موقع الحرة الأمريكي نشر تقرير في غاية الأهمية مبارح بيقول كيف تؤثر اشتباكات السودان على الاقتصاد المصر يبقى احنا عندنا موديس بتقول يا جماعة الحرب دي هتأثر على دول الجوار ومن بينها مصر الحرة بقى هنا بتتكلم على تفاصيل التفاصيل ازاي احنا هنتأثر اقتصاديا واحنا اصلا يعني بعافية اقتصاديا الفترة الأخيرة بتقول ان مصر ستكون اكثر المتأثرين باستمرار الصراع ليه في ظل زيارة التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الماضية الحقيقة ان الارقام الفترة الأخيرة كانت كويسة لكن الحرة كمان بتقول نقطة تانية ان مصر هتواجه صعوبات في تأمين القروض اللي بتحتاجها من المؤسسات العالمية الدولية وعلى رأساة صندوق النقد الدولي ليه لانه محدش بيقرد بلد البلد اللي جنبها فيها حرب اهلية او فيها اشتباكات مسلحة او فيها اللي بيحصل ما بين حميتي والبرهان فهتبدأ حاجة مصر للقروض بتزداد لكن حصولها على القروض بيكون اصعب ليه لان السودان فيها مشاكل بتكمل الحرة وبتقول ان استمرار القتال هيتسبب في خفض تصنيف مصر الاقتماني نفس اللي كانت وكالة مودس بتقوله منذ لحظات لانها اصبحت دولة ذات مخاطر عالية لان امن السودان بيرتبط بامن مصر القومي مساء الخير يا سيادة اللي هو عباس مساء الخير يا سيادة العقيد احمد مساء الخير يا سيادة المشير عفتاح مساء الخير يا سيادة الفريق محمد زكي مساء الفل عليك يا جماعة الحرة بتقولك ان امن السودان بيرتبط بامن مصر القومي بس هذا للعلم والاطلاع يعني زي الإيميلات الرسمية كده لما بتكتب وهذا لعنايتكم فبس تقرير الحرة السطر ده لعنايتكم يا قارة القوات المسلحة المصرية الباسلة ورموز النظام المصري الباسل أمن السودان بيرتبط بأمن مصر القومي دي سقنات الحرة بتحاول تقولكو يعني مصر وباقي الدول المجاورة أصبحت مهددة اقتصاديا بتحجيم التمويلات التنموية في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تعاني منها مصر قبل اشتعال الصراع في السودان احنا أصلا وضعنا بعافية شوية لكن كمان هيبقى عندنا مشاكل الحرة بتتكلم على المؤسسات المالية لما هتيجي تقرد بلد زي مصر في ظل الأزمة مع السودان هتفرض علينا شرط جديد ايه هو تكلفة الاقتراض والفوائد هتزيد فأنا هتدي لك قرد آه بس انت عندك حرب في السودان يا عمنا مالي لا ما هو انت مش واخد بالك معلش أصلا أمنك مرتبط بأمن السودان يعني الخطاب البائس اللي انت بتصدره لناسك جوه مصر ما يكلش مع صندوق النقد الدولي ما يكلش مع دولة عايزة تديك قروط فأنت أمنك مرتبط بأمن السودان آه هتاخد قرد أيوة الفايدة كانت عشرين آه هخليها ستين يا عم ازاي هو كده لو مش عاجبك خلاص ما تاخدش فالأمور هتبقى أصعب بشكل كبير جدا على مصر